رسميا روسيا كتقتحم الميلف ديال الصحراء المغربية وكتدخل بكل فقالها واشهد شي في صالح لمملكة المغربية الشريفة ولا ضدها لحضور ديم السورة الى روسيا واستدعاء الافروف للمبعوث الامامي شخصيا شنو واقع روسيا ماشي هي جنوب افريقيا فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم منهاركم بروك ورمضان كريم على الجميع معكم لبنى من قناتكم المتواضعة على ميسكا واللي دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا باللايك تدعمونا بالبرتاج كذلك بكتابة التعاليق والاشتراك فعلى بركة الله نبدأوا موضوعنا لليوم وقد نبدأوا بالعلاقات المغربية الروسية وقد نبدأوا كذلك بهذا الاستدعاء ديم السورة فيالله كان هالديم السورة في جنوب افريقيا فملي نرجعو المغرب كنا عرفو احنا الدولة المغربية هي دولة دكية جدا واكبر دليل ان الدولة المغربية دائما كتتعمل بالفلسفة ديال الحياد سواء الحياد السياسي الحياد التجاري الحياد الدبلوماسي والداليل هو ان المغرب ما صوتش ضد روسيا في الحرب دياله مع اوكرانيا وكذلك الداليل ان المغرب في الحياد الدبلوماسي والسياسي ان الموقف اللي اخذاء المغرب من قطر وما تبعش دول خاليش وخا هو راح حالي في هاد الدول ديال الخاليش لكن بقى في الحياد ومنسوش كذلك قبول المملكة المغربية الشريفة استثمارات صينية واستثمارات امريكية في نفس الوقت رغم ان العلاقات ما بين الصين وامريكا علاقات متوترة فبالرجوع لوزير خارجية روسيا لافروف واللي غضي عيط لديم السورة وحنا كان عفو بلي روسيا ره ماشي بلد عادي والتعامل ديال المغرب مع روسيا ماشي التعامل ديال المغرب مع جنوب افريقيا لان بكل بساطة روسيا هي واحد القطب روسيا عندها عضوية في مجلس الامن روسيا التأثير ديالها قوي جدا ماشي بحل جنوب افريقيا واللي الغرض ديالها من استدعاء ديم السورة هو غرض غير باشتعكس المغرب وكذلك يعني خدات من البحبوحة الجزائرية والجزائرية هي اللي حرضاتها يعني تقوم باستدعاء ديم السورة وكذلك حتى ان المغرب اقتصاديا رجع كيتفوق على جنوب افريقيا لهذا در جنوب افريقيا دك التصرف واللي خرج السيدة سير بوريطا وقال باللي ما مسوقنش الزيارة ديال ديم السورة لجنوب افريقيا وان الزيارة ديال ديم السورة لجنوب افريقيا لا تأثير لها وما عندها مادير وقال كذلك ما خصناش نعطيه لجنوب افريقيا اكتر من حجمها وهذا داليل على انه لا تأثير لزيارة ديم السورة لجنوب افريقيا بالعكس روسيا دولة قوية قطب عندها عضوية في مجلس الأمن تأثير ديالها قوي والأكثر من ذلك راه الهدف ديال روسيا مشي هدفها تقسيم المملكة المغربية الشريفة بل الهدف ديالها هو التموقع وراه كتدخل لإفريقيا خصوصا دول السحيل فإخواني أخواتي لو كان هاد الزيارة أو هاد الدعوة ديال ديمستورا لروسيا كان شحال هادي يعني روسيا شحال هادي اللي هتمت بهذا الموضوع فقد يكون الأمر مقلق فاش كانت الجزائر كتحول تستاميل الطرف الروسي لصالح طرح للإنفصالة لكن اليوم كان أمور جديدة وكذلك تغيرات من موازن ديال القوى مؤخرا كالنزاح ديال السحيل كالنزاح كذلك ديال الشرق الأوسط فالسؤال متروح هنا واش روسيا تبغي الصحراء تكون تحت السيادة المغربية ولا لا ولا روسيا تبغي تمشي مع الطرح الانفصالي فبالنسبة لدول السحيل واللي ما تم بهم روسيا بزاف فهما لحل الجيلهم الوحيد باش يتخلصوا من تبعية الفرنسية ويتخلصوا من فرنسا هي هاد المبادرة واللي قدمها الملك محمد السادس حافظه الله يعني المبادرة الأطلسية واللي فتحها المغرب هاد المبادرة غادي تمر من السحراء المغربية فمن صالح روسيا انها تنهي هاد النزاح لان روسيا بغي اوف صالح ديلها هاد المبادرة الأطلسية لان هاد الدول اللي كتدعمهم روسيا يعني بحال مالي بحال نيجر بحال بوركينا فاسو تشاد يعني هاد الدول كامل يخلصوا من فرنسا وباش غادي تقدموا تخلصوا نهائيا من فرنسا فخلصوا هاد المبادرة باش يوصلوا للأطلسي وبالتالي ره روسيا غادي تمشي في صالح الميلف ديل الصحراء المغربية فكي اللي غادي تسأل يقول كيفاش روسيا غادي تمشي في الطرح المغربي يعني مع سيادة المغرب على صحرائه فهنا اخواني اخوات نقولكم باللي روسيا ره ما بقدش حليفة الجزائر فروسيا واللي اكد لنا باللي ما بقدش حليفة الجزائر هو تخلي روسيا على الجزائر في الميلف ديل البريكس من اللي يخرج وزير خارجية روسيا وقال لهم من اللي احنا يحنا نقبله ينضم لنا شي دولة او شي دولة اللي تكون عندها واحد الوزن واحد الهيبة واحد القيمة واكبر دليل ان اتيوبيا تقبلت وما تقبلتش الجزائر هذا دليل ان روسيا عارت خلت على الجزائر لان بوتين راح نده واحد القيمة كبيرة عند القادة ديال المجموعة اللي كانين في البريكس لو كان بوتين بغي فعلا الجزائر تنضم للمجموعة ديال بريكس فكانت الجزائر غادي تنضم لكن روسيا عرفت بلي الجزائر ورقة محروقة بالنسبة لها ولانها كتعرض الرغبة الروسية بحكم ان روسيا بغي فرنسا تخرج من دول الساحل لكن الجزائر هي كتخدم ليلة نهار باش فرنسا ترجع لدول الساحل وبالتالي روسيا كتعتبرها ورع واحد الورقة محروقة بالنسبة لها فالخبر كي قول لنا حل ستيفان ديمستورا المبعوث الامم الى الصحراء بروسيا حيث اجرى لقاء مع سيرغي لافلوف وزير الخارجي الروسي ونائبه سيرغي فرشنين في اول ظهور له بعد زيارته المثيرة للجدل الى جنوب افريقيا واكد ستيفان دجاريك الناطق الرسمي باسم الامم المتحدة خلال الاحاطة الصحفية اليومية ان الزيارة كانت بعد توجيه سلطة الروسيا دعوة الى ديمستورا فوزارة الخارجية الروسية في واحد البيان خرجت وقالت ان لقاء ديمستورا مع لافروف هم بالاساس بحث سبل تسوية نزاع الصحراء مع تبادل وجهات النظر حول خطط اعادة اطلاق العملية السياسية في ظل اتصالات الاخيرة التي اجرها ستيفان ديمستورا مع جميع الاطراف المعنية وبحسب خارجية موسكو فان اللقاء عرف الاشادة بدور بعضة المينورسو في تعزيز الاستقرار كما اكد لافروف اهمية التوصل الى حل عادل وطويل امد ومقبول من طرفين لقضية الصحراء وفقا لقرارات مجلس الامد دولي وهذا هو الظهور الاول لديمستورا بعد جدل زيارته الى جنوب افريقيا التي اثارت غضب الرباط حيث اكد ممثلها بالامر المتحدة عمر هلال في تصريح لوكالة المغرب العربي الانباء ان المغرب لن يسمح بان تتحول صحراءه ايضا لمناورة دبلوماسية لجنوب افريقيا فبالنسبة للعلاقة والتي تربط ما بين المملكة المغربية الشريفة وديمستورا فلحد الان تبقى مجهولة او مجهولة طبيعتها فهذا الوقت خاصة وان رئيس المينورسو هو من تولى مهمة لقاء صفراء الدول الاعضاء بمجلس الامن بداية هذا الشهر فروسيا هي واحدة دولة اللي هي دولة عظمى لها حق الفيتو وهي دولة كبرى ما كتعكسش المصالح دي المغرب خاصة على مستوى الوحدة الترابية ما يعني ان المشاورة تأتي في سياق الجهود الروسية لحل حالة النزاع فروسيا في هذا الوقت كتلعب دور الوساطة بين الفرقاء الفلسطينيين ما يعني انها كتعول على الشرق الاوسط وافريقيا للعب دور في مساحة اكبر والساحل الافريقي ايضا مساحة تعول عليها موسكو للعب بدور في القارة السامرة كما هو الحال للشرق الاوسط من بوابة الحرب في غزة فهذه العاملين سبب توجيه موسكو لدعوة لديمستورا خصوصا ان موسكو كتعرف مزيان بالنزاع للسحراء المغربية قريب من النهاية وتحت مقترح لحكم الدات المغربية والمشاورات التي يجري حاليا تسير وفق هذا الشق فبنسبة الجزائر فهي اصبحت ورقة محرقة وفعلا رجعت معزولة يعني لا قاريا ولا دوليا الجزائر اصبحت وحيدة اذا اخباني اخواتي رمضان مبارك سعيد تحية لكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته